تصرحات كابتن حزم إمام مين اللي قال اننا مش لقيه مدربين ليه الناس بتصعب الامور لو اعتذر مدرب ممكن السبب عدم وصول الاتفاق مادي عن حقيقة تدخل كيروش لإفساد مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين قال كابتن حزم إمام اللي بيقول ده تأليف اقسم بالله مفيش حاجة حصلت بيقولوا ان سبب اعتذر المدربين هو رحيل كيروش وإيهاب جلال نفس عرف بنجيب الكلام ده منين لا يوجد مدرب يسأل عن سبب رحيل المدرب اللي سبقه ربما يسأل عن احوال الكرة في مصر وما الى ذلك البعض يريد تطخيم الامور لماذا يجب تصدير فكرة سلبية دائما عن اتحاد الكرة وانه في موقف صعب اقسم بالله ان مدربين كبار يرغبون في تدريب مصر تصني رسائل عبر واتساب من موكلاء يعرضون مدربين كبار ولا يوجد اي مدرب تطرق لكيروش وبعضهم لا يعرف ان كيروش كان موجودة مهش دي تصرحات الكابتن حازم امام وانا طبعا هو عضو مجلس ادارة حازم امام نجب كبير اسم كبير جدا جدا طبعا وانا عن نفس انا بحبه جدا جدا يعني بس كل التصرحات اللي قالها الكابتن حازم امام دي غير حقيقية تماما هو راجل مسؤول ومن حقه ان يطلع الجهة اللي هو تابع لها اللي هي اتحاد الكورة ان هي احسن حاجة في الدنيا لكن اللي بيحكم اداء الناس اداء الناس في المجلس مش التصرحات دي كيروش له دور في عدم قبول سوزة بعد ما توصل حازم امام الاتفاق معاه له دور وسوزة رجع لكيروش وانا بقولك معلومة مؤكدة وكيروش قال له لا المدربين الكبار الكابتن حازم امام بيكلم عنهم المدربين الكبار دول مش يعني ما تمش فعلا عرضهم على اتحاد الكورة او هم ما كانوا شواء الا لو فيه مدرب كبير واحد عرد اسمه داخل اتحاد الكورة مدرب كبير واحد كان الكابتن حازم امام على الا 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 هيتم تسريبه على الاقل وفي النهاية كل حاجة بتتعرف في النهاية كل حاجة بتتعرف بدليل ان برضو اتحاد الكورة ده اللي قالك ان كيروش فضل الرحيل ومشي بالتراضي واحنا قلنا لك هنا ان ممشيش بالتراضي ومشي بازمة من اتحاد الكورة برئاسة جمال علام وان جمال علام ما كانش عايزه ان في نفس الوقت اتضح ده بعد رحيل كيروش من خلال التويتات المختلفة اللي مش انا اللي عملتها ده كيروش نفسه اللي بعتها كمان لصحفيين هنا يعني بعتها لبعض صحفيين هنا يعني شوف بقى لدرجة ايه في توقيت كان اتحاد الكورة بيصدر وبيؤكد ان كيروش رحل بالتراضي مع اتحاد الكورة كامل احترامي طبعا لحزم امام وله الحق في ان هو يرد واحنا طبعا ده شرف لنا لان ده نجم كبير جدا جدا لكن كل تصرحاته غير حقيقية عن ازمة او عن ملف مدرب منتخب مصر او فيها بعض المعلومات اللي مش يعني عدم الوصول لاتفاق مادي لا فيه مدربين مرديوش بسبب ازمة اتحاد الكورة مع كيروش اما فكرة ليه عايزين تصدروا فكرة سلبية دائما عن اتحاد الكورة وانه في موقف صعب هو مش احنا اللي اخترنا اهاب جلال ومش احنا اللي ماشيناه بعد اسبوعين ده بس واحدة مش احنا اللي عملنا ازمة للنادي الاهلي في نهاية افريقيا بعدما اختيار او عدم مطالبة اقامة نهاية افريقيا في القاهرة مش احنا اللي عملنا ده فالفكرة السلبية هي ناتجة عن اداء اتحاد الكورة وليس عن وفيه امور تانية يعني لو عايز من هنا البكرة اقولك ما حدث من سلبيات ففيه امور كتير موسيقى موسيقى